أعلنت وزارة الصحة إصدارها ألفين وخمسمائة وواحد وخمسين شهادة ميلاد ووفا للمقيمين بصورة غير قانونية في الفترة من مطلع العام الجاري وحتى الثلاثين من شهر سبتمبر الماضي الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الصحة الدكتور محمود العب الهادي قال لوكالة الأنباء الكويتية كونا اليوم أن الوزارة أصدرت خلال الفترة ذاتها ألفين وثلاثمائة وسبعا وثمانين شهادة ميلاد فضلا عن إصدار مائة واربعة وستين شهادة وفا مضيفا أيضا أن أجمالية عدد الشهادات التي أصدرتها الوزارة بلغ سبعا وعشرين ألف وثمانمائة شهادة منذ صدور القانون رقم أربعمائة وتسعة على عام 2011 الخاص بتقديم التسهيلات للمقيمين بصورة غير قانونية مضحا أيضا أن إصدار تلك الشهادات يتم بالتنسيق مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية شكرا